وبركاته طلاب الأعزاء في أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق معلمتكم أفنان عبدين لمادة التربية الإسلامية اليوم سوف نتناول الدرس الأول وهو صورة لانفطار الآيات من 1 إلى 12 يتوقع من كل طالب مرفة الأهداف الرئيسية بعد دراسة الدرس يتلو الآيات الكريمة لاوة صحيحة يبين المعاني الواردة في الآيات الكريمة يعدد موضوعات الآيات الكريمة لنستمع إلى آيات من صورة لانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم سوف نتناول عن صورة الانفطار وهي صورة مكية بيّنت الآيات عدد من مظاهر الحياة والكون وما سوف يحصل في الكون آخر الزمان كي يستعد للإنسان لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح إذن سوف نتناول في هذا الدرس ثلاث موضوعات مظاهر يوم القيامة جحود بعض الناس نعم الله تعالى مراقبة الملائكة لأعمال الإنسان لنبدأ بالشرح إذا السماء انفطرت من مظاهرها إذا السماء انفطرت ما معنى انفطرت؟ أحسنتم معناها انشقت إذن هي أول مظهر من مظاهر يوم القيامة وإذا الكواكب انتثرت ما معنى انتثرت؟ معناها تساقطت أحسنتم إذن المظهر التام من مظاهر يوم القيامة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت ما معنى فجرت؟ أي اختلطت أن يوم القيامة تختلط البحار بالنهار وتختلط بالبعض وإذا القبور بعثرت ما معنى بعثرت؟ أي بمعنى بعث منها الموت للحساب إنه يبعث الله تعالى الموت لكي يحاسبهم على أعمالهم علمت نفس ما قدمت وأخرت هون الإنسان يدرك ما فعل من خير أو شر إذن الآيات من واحد للخمسة تتحدث عن مظاهر يوم القيامة نأتي إلى جهود بعض الناس نعم الله تعالى عينيهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أي إنسان الذي أنعمت عليك بكثير من النعم ما غرك بأن تذهب إلى طرق المعاصي؟ من هذه النعم الذي خلقك فسواك فعدلك أي خلقك وسواك بأحسن صورة في أي صورة ما شاء ركبك؟ أي أنت إنسان لو نظرت في نفسك كيف الله تعالى ركبك؟ لا أدركت عظمة الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين أي تكذبون بيوم القيامة وإن عليكم لحافظين يأتي هون المراقبة للملائكة لأعمال الإنسان من أعمالها وإن عليكم لحافظين أي يحفظون الإنسان كراما كاتبين أي يكتبون أعمالكم من خير أو شر يعلمون ما تفعلون أي ما تفعل أنت الإنسان يعلمه الملائكة وإنهم ينفذون أوامر الله تعالى وسوف نأتي بالشرح عليها في الدرس الثاني الموضوع الرئيسي للصورة هي أعمال الإنسان ومسؤوليته عنها من موضوعات ثلاث واحد من مظاهر يوم القيامة اتنين جحود بعض الناس نعم الله عليهم ثلاثة مراقبة للملائكة لأعمال الإنسان بيّنت الآيات الكريمة عددا من مظاهر الحياة والكون وما سوف يحصل فيه الكون آخر الزمان لماذا؟ لكي يستعد للإنسان لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح إذا لماذا؟ ليستعد الإنسان بالإيمان والعمل الصالح دهت الآيات الكريمة للإنسان إلى التفكر في إبداع الله تعالى فقد خلق سبحانه الإنسان على أحسن صورة فجعل مظهره من أجمل المظاهر كما جعل جسده وبنيته على هذا الشكل بساعد على قيام بمهام حياته الكريمة المطلوبة إليه وقد خلقه على الفطرة السليمة التي تدله على الخالق وترشده إلى الهداية وصخر له الملائكة ومن أعمال الملائكة يحفظونه ويكتبون أعماله التي كلفا بها لذا ألا يستجيب لوسواس الشيطان فيترك أعوامر الله تعالى نشاط واحد استخرج من سورة الإنفطار الآية التي لها معنى قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن طقل ما هي هاي الآية؟ لمار أحسنتي الذي خلقك فسواك فعدلك نشاط اتنين اكتب الآية الكريمة من سورة الإنفطار التي تعبر عنها السورة حكينا من مظاهر يوم القيامة السورة الأولى ماذا تشاهد يا محمد؟ أحسن إذا الكواكب انتفعت مالها لكواكب عم تنتثر عم تتساقط طب أما السورة الثانية يا هبا؟ أحسنتي وإذا البحار فجرت نلاحظ إنها تختلط البحار ببعضها من الهدايات القرآنية الموجودة عندنا في صفحة سبعة أتفكر في إبداع الله تعالى في الكون أشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة التالتة اكتبوها ألتزم بأحكام الدين في حياتي ننتقل إلى حل اختبار معلوماتي صفحة تمانية أكتب الموضوع الرئيسي تحدثت عنه سورة الانفطار ريان أحسنت أعمال الإنسان ومسؤوليته عنها أهدد من سورة الانفطار عملين من أعمال التي تقوم بها الملائكة ليان أحسنتي حفظ الإنسان وحراستهم كتابة أقوال الإنسان وأفعاله ننتقل إلى السؤال الثالث أصل بخط الكلمة في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني انفطرت ما معنى انفطرت يا فراح؟ أحسنتي بمعنى انشقت طب انتثرت يا أحمد؟ أحسنت بمعنى تساقطت ألقاكم في حصة قادمة